ملتقيت المرحوم عبدالخالق السمرائي وكان عبدالخالق السمرائي يوجه لي اللوم بأني كأني استعجلت الصدام مع أحمد حسن البكر وصدام حسين كان يوجه لي اللوم وكان يقول لي بالمعنى التالي يقول لي شايف أن الأمور تتجه باتجاه التمسك بصيغة الحزب من خلال الرفيق صدام حسين صور إلى الفاجع وين؟ كان يراهن على صدام حسين السلطة بدأت تدريجيا تنتقل إلى صدام حسين وهذا ابن الحزب وهذا يعني مدني وهذا شخص نمى من شبابه في الحزب بينما كان يعتقد أن أحمد حسن البكر هو الخطر الحقيقي فأنا والله في هذا اللقاء يعني جاوبت بالشكل التالي قلت له يا عبدالخالق اسمه من عندي والله هذا الكلام ستندم عليها قريبا جدا وستكتشف أن الخطر الحقيقي يكمن في شخص صدام حسين اللي أنت الآن تراهن عليه هذا الكلام قبل أن يدخل الزنزانة بما لا يزيد عن ثلاثة شهر وربما شهرين فقط كنت في بغداد وحصل هذا اللقاء الحقيقة يعني كان هذا الموضوع شديد الالتباس شديد الغموض يعني المسألة ما كانت واضحة عند كثير من أعضاء الحزب كانت مفارقة عجيبة صدام حسين يبرز وجه لطيف ومارسه بشعة ممارسته على أكس ما كان يثار فيه شكرا